وفتحت الأسفار كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن أعطو طول حياة إلى زمان ووقت نعرى الغد كمام 14 كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامهم فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنت سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرد شكرا نشكر رب مصلي أبانا السماوي نشكرك نمجدك نعظمك لأجل هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون يا رب يا رب تكلم إلينا فنحن عبيدك سامعين تكلم إلينا رب واسمك نهدي كل إكرام ومجد إلى الأبد آمين زي الخميس اللي فات قاررنا إحنا بين دانيال أصحح سبعة يعني رؤى أو نقول رؤية شافها دانيال بس مركبة كبيرة قوي طويلة قوي بالرؤية اللي شافها نبو خزنصر في دانيال أصحح كام أصح ثلاثة دانيال أصحح تلاثة دانيال أصحح نعم ثلاثة اوه شكرا 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 دانيال أصحح تنين والرؤية اللي شافها رابوه خزنصة الدنيا على الصحح اتنين يواخدها الصحح يعني ثلاث صفحاته شوية يعني يقول رؤية شافها وبعد ما شافها طلب يدخلوا كل الحكماء اللي عنده والمجوس كل دولها يعني زي ايه زي وزارة التنجيم تنجيم يعني شوفوا النجوم بتقول ايه وزي وزارة السحر شوفوا السحر بيقول ايه وزي وزارة التخمين يعني لو احد يفكر كده ويجيب هيحصل ايه يعني زي نبوة بس بغير ربنا يعني واحد ايه يعني جوا كده يفهم حاجة يسموه حكماء وهكذا وفي طبعا النجوم دخل معاهم في كذا حاجة مصدر لمعرفة المستقبل كلها مصدر غلط لكن هو في البلوك لازم يعرفه المستقبل ايه فجابين يعني قطاع كبير من الصرف في الوزارة اكبر وزارة اللي هي وزارة معرفة المستقبل مما فيها منقطاعات مختلفة فنبوة خلنصر لما حلم الحلم ده ندى كل الناس دي ودولة هم بتوع المستقبل ما عندوش حد تاني غيرهم هي الوزارة او كان الوزارتين تلاتة عشرة كلهم مجموعين في موضوع ان يقولوا المستقبل هيكون ايه بعد سنين عشان الملك يعمل حسابه على كده طبعا هو الملك يعرفش ربنا فمعندوش اللي كده هيعمل ايه فندى الناس الكتيرة وطلعوا عن الناس الكتيرة ماش فهمين حاجة خالص لانه قال لهم انا عايزكوا تقولون الحلم وايه وتعبيره وليه علشان يتأكد من بتكلمه صح لان حلم ازعجو يدد الحلم كأنه شاف مش حلم كأنه شاف وقع يعني انجاز حلم يروح لا لا مش راد يروح من دماغه يعني في في حاجة حقيقية شافها في حلم فعايز يعرف ايه اللي شافه وايه تفسيره ومنزعج جدا لهذا الحلم فبعد كده لما امر قتلهم طب لزمتكم انتم تموتوا حسن وبتلوا اقتلوهم فقوم ياخدوا دنيان عشان يقتلوهم ودنيان واحد منهم تعاين لسه متعاين في القصر المالكي قريب فبيسأل بي ايه اللي الامر ده صدر بالمالك قالوا له حكولي الحكاية فقال لا ايه بسيطة هدخل للمالك نقول له استنى شوية نقول لك طبعا هو المالك منتظر حد يقول له جدا فقالتوا قدرت ايه اللي اقتر ربنا اله السماء يعرف كل حاجة فبطل يقتلوا واستنى بقى ايه يجي له الحلم وتفسيره من اي حد لكن دانيال وعده او يعني قال له ايه يحصل ربنا عارف كل حاجة اله السماء يقول لك يعني فمستنى جاي بعد شوية زهرة قال ربنا لدانيال الحلم وتعبيره فهنا في قصاحة اثنين الحلم بارعا ايه لان ده بالظبط بالظبط هو اللي شايفه دانيال في قصاحة خمسة نشوف الحلم الحلم بتقال مرتين مرة عمبوخ هاز نصر كان في قلبه مرة دانيال قاله فحنقول لحنا دانيال قال الحلم عمبوخ نصر يعني مش هو اللي قاله لكن هو منتظر يتقاله يعني فلما ما حدش قدري يقوله اصوري انا كنت يعني فهمتها الوقتي فدانيال قاله الحلم ايه الحلم بقى ده انت ايها الملك ده مصاحة اثنين عدد واحد وثلاثين كلام دانيال للملك انت ايها الملك كنت تنظر اذا بتمثال عظيم هذا التمثال العظيم البهي وقف البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل رأس هذا التمثال من ذهب جيد صدره وذراعاه من فضة بطنه وفخذه من نحاس ساقاه من حديد قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف كنت تنظر الى انقطع حجر بغير يدي فضرب التمثال على قدميه التين من حديد وخزف فاسحقهما فانسحق حناد الحديد والخزف مش بس كده والنحاس والفضة والذهب مع كل التمثال انسحق فيش تمثال خلاص وصارك أصافة البيضر يعني طار في الهوى مش موجود أبدا كأصافة البيضر في الصيف فحملتها الرياح فلم يوجد لها مكان أما الحاجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها هذا هو الحلم فنخبر تعبيره قدام الملك احنا دخلنا الكلام ده الزمان مش هنقول تعبيره بس هنشوف ايه وجه المقارنة بينه وبين الرؤية اللي شافها سليمان شافها دانيال المتسف دانيال صح 7 وانخلينا فتحين على صح 2 يعني في السنة الأولى البلاشصر ملك بابل يعني فرق من دي ودي يمكن 40 سنة تقريبا او اه حوالي اذا كده يعني نفس مملكة بابل في نبوخذ نصر حلم في بداية المملكة وهنا دلوقتي هو بيتحكي الموضوع لداريوس اللي هو لا لسه النبوخذ نصر بعدين بعدين داير داريوس يعني خلال 40-50 سنة فبيقول ايه دانيال للملك فاصل له الحلم اللي هو شافه في بدايته الحلم دا يعني تفسيره واخد مساحة من الزمن لانه كذا مملكة المملكة الكلدانية دي مساحيتها 70 سنة لكن الحلم دا واخد المملكة الكلدانية والمملكة بتاعة ماليو فارس فانا لم بقول 50 على اعتبار انه دا من بداية نبوخذ نصر لغاية انتهاء المملكة الكلدانية تقريبا هي المملكة الكلدانية قعدت 70 فالحلم دا كان امتى 60 سنة مثلا نقول دي المملكة الكلدانية دي واخده لغاية آخر نبوخذ نصر في الحلم بعد كده بدأ المملكة ماليو فارس اللي واخده الصدر والذرعين اللي هي الفض هو الدهب انا بوخذ نصر الدهب دي يعني يمكن اكتر شوية من 70 سنة ممكن تكون 150 ما عنديش تاريخ بالضبط بعد المملكة المملكة مادي وفارس طلعت مملكة دي معروف وقتها بالضبط اللي هي اسكندر المخدوني اللي هو اليونان اليونان كانت وقتها 13 سنة من ملك اسكندر اللي غاتل لما مات بعد مات المملكة انتهت على طول تحولت الى الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الرومانية دي بمسكة من الحدير بتاع الرجلين لغاية النهاردة وحتتشال امتى لما المسيحي ده خلاص الكلام حندرسه الوقتي برضو عشان نتأكد بالكلام بالآيات يعني ففي الحلم هو ده تفسيره تفسيره ايه امتى نهاية المملكة الرومانية للربعة اللي هي ما المسيح ييجي لهو الحاجر ضرب التمثال من تحت وهده خلص يبقى هنا التمثال دي ارمز لإيه ايه رأيكم عشان اتأكد انكم متابعين معايا بس الترماز ارمز لإيه انتي بيتكلمي نفسك ولا بتكلمي حد تاني يس رومان ده اخر حاجة قبليها ماديو فارس قبليها نبو خز نصر اللي هي قبليها اول امبراطور في العالم اللي هو الرأس الزهبي فهنا بيتكلم عن ممالك العالم القوية جدا طبعا فيه قبل نبو خز نصر فيه ممالك ضعيفة اه فيه المؤبيين وفيه الفرزيين وفيه الابوسيين كتير كانوا بيعكسوا شعب الله مش مذكورين دول لكن هنا من وقت السابي مين اللي سبع نبو خز نصر ده السابي الكبير اشور سبع شوية قبليه بس هو كسر اشور واخد الناس فاول رأس الزهبي هو نبو خز نصر اشور دي لممالكة نينوة ودي بهديلت خالص وتشالت يعني من وجود حتى حالية نينوة موجودة كبلد لكن مش مملكة نينوة موجودة في العراق ضمن العراق لكن مش فيش امبراطورية اسمها نينوة فهنا ده عبارة عن اكبر سلطة في العالم حرست وجبروت الرأس الزهبي ده في شخص إذن نبو خز نصر بعد كده بعد ما هو مات ومالكة بقى خربانة لكن الشخص ده قعد مالك ما عرفش كم سنة بالضبط التبعوا مكتوب في التاريخ بسانة ما عارتاش ما عنديش مصدر ليه هم تصرفنيش مصدر ليه فبدءا من نبو خز نصر اول ما سبق ورشاليم لغاية مملكة اليونانية وديلها ديلها اللي هو هي ديل المملكة اليونانية يعني ديلها اللي هي الامبراطورية الرومانية رومانية غير اليونانية الامبراطورية الرومانية ومازالت حتى الآن تنتظر التمثال دروها هي مش منتظرة بس دالا هيحصل فيبقى الزمن بتاع نبو خز نصر واللي بعديه واللي بعديه مسافة صغيرة ستين سبعين سنة مادي وفارس ربما مية وشوية سنة مثلا بعد مية وشوية سنة جايبقى مالك اليونان احنا خدنا نبو خز نصر والمادي وفارس خدنا الخميس اللي فات النهاردة هندخل على اسكندر الماخدوني والديل بتاعه اللي سابه لينا اللي هو الامبراطورية الرومانية واي سؤال حد يعني عايز يسأل في اي وقت نتفاصل اصلا دي موضوع مش سهل يعني ده غير ده السهل في دانيال ده بعد كده معقد جدا انه دانيال ده مخه كبير قوي وربنا غاتهم وشوهم حاجة خالص برضو لكن نشكر رب لغا دلوقتي احنا ماشيين في السهل نيجي بقى على الحلم بتاع في سنة في أصلاح كام أصلاح سبع هنلخص اللي فات عشان نترتع بعض كويس في عدل اثنين اجاب دانيال قال كنتو ارى في رؤياي وإذا بيأربح رياح السماء هاجمت على البحر الكبير يعني الرياح بتاعت الدنيا كلها شرق وغرب وجنوب وشمال هاجمت على البحر البحر رمز الأمم والأرض رمز الأمم اليهودية فهاجمت على البحر الكبير وصعد من البحر دي أمم كلهم بقى أربح حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاك الأول كالآسد دان أبوخذ نصر وله جناح نسر انتصارات رهيبة واربعة ما خدش وقت انه يسود على العالم بسرعة وبرضو اليونان عمل نفسي حكاية بس أسرع منه كمان وكنت أنظر حتى انتتفى جناحاه وانتصب على الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وعطي قلب إنسان قبل كده يقول إيه انتتفى جناحاه لأ في نفس الآية انتتفى جناحاه يعني إيه الكبرية بتاعه راح فبقى حيوان وبعدين بعد مدة معينة اللي هي السبع زمانة سبع سنين إن ربنا رجعه تاني ووقف على رجلين كإنسان وأطي قلب إنسان ده نبو خذ نصر المملكة التانية بحيوان آخر ثاني شبيه بالدوب دي مملكة مادي وفارس ارتفع على جانبه واحد اللي هو مادي ومادي أضعف من فارس يعني اللي كسر المملكة الرومانية مادي وعنده اتين وستين سنة اسمو داريوس المادي دي مذكورة في الكتاب موادس فرجل ضعيف وعجوز فارس أخوى فهو كسرها وبعدين فارس انضمت لي عشان يقدر يصدع العالم مع بعض هم متحالفين يعني وفارس ده زي ما قرنا كان عنده ثلاث قضلة وما التلات ملوك مادي وفارس اللي هم نفذوا مشيئة الله بالزبط واحد منهم بيقدب ابن نبو خذ نصر او حفيده اللي هو جاء بالآنية وقعد يسكر ويعربد فيكتب على مكلس الحاط مانا مانا تقيله فرسين احسى الرب ملكك وانها اتنهى بعد الساعة من الكتابة دي عشان كده ديقول له ضلع الفارق بين السنان والاضلع يا فاكرين مرة فاتح احنا نكلمنا عن السنان والاضلع السنان بينها ثلاث قضلع مش ممكن يتكبع بعض تلكم حاطة ازاي حتى في الطبيعة بتاعت الانسان السنان حاجة والاضلع حاجة دانية الأضلع اللي في السدر هنا لكن السنان دي في الفم وطبيعة الحيوانات طبيعة الحيوانات السنان دي في الفم لك الأضلع برضو في السدر يعني اي حد منكم يطلب ربز يجيب له السنان ما يتتكل ايه في السنان دي فيقصد بهذا التشبيه يعني النوع من اللحوم ده مشهور في الدنيا كلها فيبقى يقصد ربنا ان الملوك دي اللي نفذت ما شئتي بالزبط زي ما انا عايز طعمها اللذيذ قوي عندي يقصد ايه بالاطلع قوة وطعم السنان قوة بس قوة تاكل غيرها لكن الأضلع قوة طبعا ضلعة يعني مش هش حتى لما ربنا خد من آدم خد ضلعة المرأة مش هشة لأ المرأة مفكرة لها كله امتيازات ذا الراجل لكن هي منه فهي أكل أضعف لأنها منه مفروض هو يكون الرائع بتاعها والأب بتاعها والحنين وكده يعني فالتلاتة اللي نفذوا مشيئة الله في المملكة بعد المملكة الكلدانية هم داريوس المادي لأنه أول واحد شالها وبعد كده اتنين من فارس كورج مالك فارس لأنه رجع الشعب اليهودي وآمر ببناء الهيكل وبعدين زوج أستير حشوي روش فارسي برضو اللي هو أقام الشعب اليهودي من الإعدام بأنه خلى الشعب اللي ضده اللي هو عمليق يتقتل مكانه قصة مشهورة خالص بسفر أستير طيب بعد هذا كنت أرى نيجي بقى في الجديد بتاعنا احنا خدنا هذا المرة الفاتة الجديد بقى إيه النهاردة وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمري وله على ظهره أربعة أجنحة طائر ده تجبيه إسكندر المقدوني اللي فيه كدرس تاريخه حيلاقي التجبيه مطابق للتاريخ سريع جدا جدا لأن النمر أسرع تقريبا بيقوله هو الفهد ممكن يتشابه بعجاني لكن النمر في الإفتراس أكبر كثير من الفهد فالنمر يعني في يعني في أقل من ثلاثة أربعة سنين شال ماد وفارس ووصل لغاية أبعد مكان موجود في العالم ما يعرفوش ماد وفارس المكان ده فيه وصل للهند فالحن دي فان وبعدين حصل له بوط كده دي خصة مشهورة عنه فاللو هل شبعت يعني شبعت منك تأكل تأخذ العالم فاضلك في حتة صغيرة في هند تبقى خدت العالم معروف وقتها كله كله فقال كلمة مشهورة خارس قال ما شبعته لكن ملالته زيت من الحرب فالحتة الوحيدة اللي نجت من سكندر المقدوني الهند حطار يعني أربع أجنان حطار يعني الليونان هنا الأجنحته طارت في الأربع أجزاء بتاعت العالم شمال و جنوب و شرق و غرب و ملك العالم و بسرعة و ده نفس الرجل ده ده أنا مسأل شهيد في قصة مشهورة عنه خالص بقى لكن فعلا تعبر عن الدرس اللي خده اتنين و تلاتين شعب اتنين و تلاتين تلاتة و تلاتين خليها تلاتة و تلاتين سنة غزى العالم كله مات و كمش في خالح يموت يموت ليه ما تفاجأ كذا فأراد يدي منظر قال كل الجيشي مش ورايا طبعا نجوش بملايين يعني مشت ورا و صندوق مفتوح من ناحية و ايد هلا برا ايه خدوا ايه عشان كده كده بالتفسير مكتوب و ذهب خاليا ايه جبتوا فين كلمة خانية انه قصة الوصيدي الصندوق في الحوفات حاوي يحطي دي برا عشان كله يبص ايدي ايدي الاسكندر دي خد ايه من الدنيا فمعرف ربنا لكن درس مهم جدا ده ايه ده الاسكندر المخدوني اللي هو الراجل اليوناني و احنا نعرف اسمه من الاسكندرية اسكندرية مين بناها بناها الاسكندر حبها قوي و غزة الاسكندرية هناك و غزة مصر طبعا كله كله غزة العالم كله و جي في الاسكندرية دي و راح ايه بنالنا الاسكندرية و سافروا مش يساب كل حاجة يعني ما روش اوليه بق عليه وفين دي الله ترليه يعلم بعد هذا ده على السابعة بقى ده الديل بتاع الاسكندر كنت ارى في رؤى الليل و اذا بحيوان رابع هائل و قوي و شديد جدا وله اسنان من حديد كبير اسكندر المقدوني ما كانش كده اسكندر المقدوني احنا يعني يونان معروفة قد رأتي يونان معروفة يحب الفلسفة قوي و بنعرف كده من الانجيل لما وصل بولس تسالونيكي و الى اثينا هناك يا الجماعة و كله عزيزهم بيقول يا راجل ده يحبوا الاستماع و المناخشة و و يحبوا الكلام كده قوي معين اللي امن بولس وقتها اثنين بس حاجة اسمه يورباغي و داريوس و رجل و ست جدا حزب ما نفاكر يعني لكن اخيمت كنيسة في اثينا طبعا فاسكندر ما كانش يهتم مثلا انه يزل الاسرة لابدت خلص عنده اخلاق يعني يعني الحكمة عملت له اخلاق يعني الحكمة عبارة عن ازاي انا يعيش انسان طبعا انه ما توصلش السماء لكن انا الحكمة مع ذا معاناها كده ازاي عيش بني ادم كويس ازاي امتدح من البشر فهو ما كانش عنده قساوة شديدة و ايلا ما كانش يهب مدينة الاسكندرية و لونان نفسها ما فاش مدينة الاسكندرية ولا قد الاسكندرية حتى يعني دي مش بلد اللي ده بغزايا لا خلاص يعني وسمى اسمه عليه على البلد دي الحيوان الرابع غير كده خالص بعد هذا كنت اعرف يا روالليل واذا حيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا ولو اسنان من حديد كبيرة اكل وصحق وداس الباقي برجليه ودي من الامور المعتادة في الدول هنا اغلابنا مصريين ممكن معادي يا جيسيكا انت مصري يا جيسيكا هل انت مصري يا جيسيكا هل انت مصري يا جيسيكا لكن اي دولة كده يعني انا حضرت كام رئيس لمصر حضرت ملك اسمه ملك فاروق ده كان لسه ملك واخر ملك وطردو طردو جمال عبدالناصر وانهارت رئيس اسمه محمد نجيب ورئيس اسمه جمال عبدالناصر ورئيس اسمه محمد انور السادات ورئيس اسمه حسني مبارك ورئيس مسيس انا حضرت كام واحد دي نعجوز قوي كوردو لمروا عليا يعني انا عايش في الستة وسبعين سنة دولة شوفت فاروق شوفت محمد نجيب شوفت جمال عبدالناصر شوفت السادات شوفت حسني مبارك شوفت مرسي شوفت السيسي كام سابعة رئيسة مروا عليا كل واحد عكس التاني اللي بيحصل كده ان لما واحد بيبتدي سياسة 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 تلاقي اللي بعديه ييجي يغير يعني لازم يعني الحاجة فيغير السياسة سواء اوحش اسوأ اوحش واسوأ مع بعض مش مشكلة فالمالك كان سياسة هادية جدا خالص جي بعديه عبدالناصر رح شاله بثورة ثورة تاتة عشان يقول له ويصة كبيرة وشاله وغير الدينة كلها محمد الناجيب كان ايه ماشي بأوامر عبدالناصر بس هو عشان كبير في السن خلوه هو يتصدر الاول بعد سنة ثلاثة حلوه وجيه عبدالناصر عبدالناصر ضد تمام الملك السادات ضد عبدالناصر حسن مبارك مولوش في السياسة فساب الدينة ماشي كده يعني كان شوي مشغول بالفلوس يعني السياسي ضد السادات وحسن مبارك الرجل الجديد ضد طبعا كله على بعض ليه العلم يحب التغيير فهنا بنجد السياسة النعمة الهادية الاخلاقية بتاعة اسكندر المخدوني جاءت الامبراطورية الرومانية ولغتها خلص سياسة القوة الجبروت السحق قبل الرومان ما كانش فيه حاجة اسمها صلب خالص صلب دخلوا الرومان وعشت كده ربنا جابهم عشان يتصرف في ايامهم النسيحة لو جاء ايام الوينان ولا حد يصلبوا خالص السياسة الحكومة سيبوهم مستريح كده خالص مش العبيد رأيوا كده خالص هذا الحيوان الكبير اللي هو الرومان ده انتاج اليونان حاجة في مطال غربة ضده بالضبط في السياسة لكن ده جاب ده ازاي لما الاسكندر مات ما كانش عنده وريس للحكم كان عنده اربع قادة كبار للجنرات الكبيرة قوي فالاربعة دول عشان كده يقول هنا ايه ولهوا على ظهره اربعة اجناح الطائر ملك العالم كله النوع وحي الاربعة والاربعة كل واحد من ناحية ملك فصار صارت الامبراطورية الرومانية مالكة لأربع يعني أربع نواحي العالم او جهات العالم ومصر كان فيها واحد ملك ما دلتش جيب اسمه يعني لكن مصر كان لها قائد عظيم روماني والشمال كان فيه واحد عظيم روماني وهكذا شك كده كلبة اربع هنا واذا بحيوان ده عدد كام عدد سابع بعد هذا كنت قارى في رؤى الليل واذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جداً وله أسنان من حديد كبير أكل ما حدش يقول له حاجة أكل وسحق وداس الباقي برجلي فينك يا يونان يونان خربت بعد ما جير رومان خربوها باترو ما هي عاصمة العالم مش أثينة خالص وكان مخالفاً لكل الحيوانات الذين قبله وله عشرة كرون ايه لعشرة كرون دي دي لسه ما ظهرت تصوره هذا الحيوان من الرابع الهائل ماسك من انتهاء الامبراطورية اليونانية إلى مجل المسيح احنا فيه دلوقتي لأن في وقته قطع حجر بغير يدينا وفي وقته اتواجدت العشر ايه ايه القرون الكلام ده موجود بالتفصيل في سفر رؤية ايه العشرة دول لما عشرت ملوك مع الوحش ده الوحش دولسه ما جايش خارص متنبع عنه سفر دانيال أرصح سبعة ومكتوف ومكتوف في سفر رؤية مكتوف هنا برضو ان فيه قارن في العشرة دول راح ارتفع وتشال التالت ملوك قدامه فبقى هو واخد تقريبا نصف المملكة وده هو الوحش اللي هو سيبيت قديس العلي وما هنا الكلام موجود برضو اللي هو حيوصلنا للضيقة العظيمة اللي هي ضيقة يعقوب نقضى شوية دفع كنت متأملا بالقرون اللي هو قلنا الوحش لي عشرة قرون لو عشر ملوك دول كلام ده فين ده في عدد تمانية وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها وفي سفر اللقية بيفصار يقولك إن كان فيه جرح وميت والجرح وميت شوفي معجزة ربنا عمل آية معاه فالملوك كلها خضعت لي فصار هو الوحش وقلع الثلاثة من القرون الأولى يعني حاجة صغير أوي ليس طالعه على التمانية منكلم برضو وقلع الثلاثة من القرون الأولى لعشر ملوك اتشاله ثلاثة من قدامه وهو متغز منهم فاشتشاله من كتر عمق المعجزة اللي حصلت له دي يا افتارة بقى في الدنيا يقول له اعتبر ربنا معاه اعتبر يعني خلاص هو بتاع ربنا ده هو أحسن من ربنا وإذا بعيون كعيون إنسان في هذا القرن اللي هو ايه اللي تشالت الدام والثلاثة ملوك دوله وفم متكلم بعضاء في سفر الرؤية يقول لك دخل هيكل الرب كإله يعني تعظف نفسه جدا وكل دي صورة الوحش اللي موجودة في سفر دانيال وفي سفر رؤية وفي أماكن وفي سفر شعية موجود برؤية غموط سفر رؤية بيضح أكتر طبعا كنت أرى كمالة اللي بيشوفه هنا دانيال أنه وضعت عروش وإيه وجلس القديم الأيام دي نقطة خاصة جدا بين ظهور الوحش وانقضاء العالم في عدد تسعة بيقول كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام والنقطة دي غالبا هي يعني فترة أخيرة من ملك المسيح على الأرض بيوصف القديم الأيام لباسه أبيض كالثل ده موصف في السفر رؤية برضو ده المسيح حينما يأتي الاختطاف الكنيسة اختطاف الكنيسة دي حصل الاختطاف بعد كده سبع سنين دقيقة بعد كده ملك المسيح لباسه أبيض كالثلج وشعره رأسي كالصوف النقي كل ده بيوصف القداسة اللي هي في شخص المسيح في لبسه وشعر رأسه ألوف ألوف وربوات ربوات وقف خدامه هنا بيوصف الدنون الدنون حتحته سبع دين ليه بنقول كده يقول فجلس الدين وفتحت الأصفر هنا الدينون جلس الدين يعني يعني جلس القاضي ديان ديان العدل ديان الأرض بالعدل جلس الدين وفتحت الأصفر كنت أنظر حينها من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القانون ده اللي هو الوحش كنت أرى إلى أن قتل الحيوان تشال تشال لوقيد الوحش الوحش في جهنم جوج ومجوج قاموا على المدينة المحبوبة مرزة نار من السماء وكاريتهم حين يجب أن تبدأ الحياة الأبدية ده اللي أعطي طول حياة إلى زمان ووقت كنت أرى في رؤى الليل دي بقى موضوع عام قبل كده بس بذكروا بعد ما خلص التاريخ كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء هنا بتكلم عن كيف المسيح أرضى الله إرضاء كامل بفداية للبشر بالصليب كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام إنه قادر زي ما صلى في يحن 17 كانوا لك وعطيتهم لي وده كان بناء على طلب المسيح نفهم من هنا كده إن الرب عايز يخلص وقاب عايز يخلص لكده المسيح من ذاتي أضعها لا أحد يأخذها مني كل ده متفسر لنا برؤية دنيات كنت أعرف رؤى الليلة وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه أمامه يعني أتى وجاء يعني بعدما أكمل العمل صاعد إلى السماء فأعطي مجدا وملكوتا سلطانا ومجدا وملكوتا التي تعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرت مع كل الغموض اللي بيحيد بهذه النبوات لكن واضح إن أمثلتها في العهد الجديد وأمثلتها في العهد القديم إشعى مليان بالنبوات دي إشعى يتكلل لغاية لمواصل بينها إلى الأبدية السعيدة نفسها لعبيت الآب وشكلنا وكل أمور تفوق الخيال تفوق الوصف بعد هذا التاريخ حتى بعد مدينونة العالم كله بيحكي لنا عن إيه هيئة أوروشاليم السماوية وعزنا فيها إيه بشكله وإيه في شعياء من أفتكت من ستين لغاية ستة وستين تقريبا فهنا طبعا جانيال كنا احنا مش فاهمين بوافا موافا من سنة وفيش فاهم عجل خالص ده ولسه ما شافش المسيح ولسه ما عندوش إدراك إن المسيح جاي عايش وقت أنا بأخذ نص بينه بين المسيح حوالي كم سنة ألفين سنة ممكن لا أقلم شكرا بشوية بين دنيا المسيح يمكن أقل من ألف سنة كمان لأنه تبنى الهيكل وقتها وبعد هيكل في نبوات وبعدين فيه خمسمائة سنة أو أربمائة سنة بغير نبوات الملاخي آخر نبي في العهد القديم بينه وبين المسيح أربمائة حوالي ألف سنة بين دنيال تقريبا دنيال والمسيح هو مش عارب يتقال إيه ده الكلام نحن أخذ مرة جاء أما دنيال فحزنة تروح إيه ده إيه ده إيه ده إيه 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 وآمن أنه كله حيحصل وكله حصل مع الحتة الأخيرة طبعا والحقيقة هو أركز في الحيوان الرابع بس ده مش النهار ده مرة جاية دنيال سهل أنا عايز أعرف في الحيوان الرابع ده حكيته إيه لو تمت فيه لحده بسرعة أوي كده ده إن شاء الله نيجي مرة جاية نفهمه ولكن عشان بس نأكد أنه هو ده الوحش عدد 21 من دنيال سبعة يأكد لنا أنه هو الوحش يقول وكنت أنظر وإذا هذا القرن اللي هو الوحش يحارب القدسين فغلبهم وده المذكور في السفر سيبيد أربعة واربعين ألف واحد من بطشو وبعد كده سيأت الرب ويحاسبه ويكلل القدسين ونعيش إحنا معهم بقى في مجد عجيب جدا كلام الله كلام يعني غامض ده لسه بدري على الكلام ده ده دولة غامض عندنا ومال قبل كده قبل ألف سنة ألف سنة قبل مزيعة دانيال بدنا بده ثلاثة ثلاثة سنة ومال يفهم إيه لكن بكل إيمان قبلها وكمل السفر ويعني يجي في الآخر كده وقال إذا كان من لثين كده جمال قوي يا رب يدينا الإيمان بتاع دانيال لغاية كده الأصلاحات دي سهلة بعد كده بقى دانيال تعب تعب وآخر عدد سفر دانيال لما بيقوله الراجل اللي لابس الكتان قال اسمع بقى دانيال أما أنت فاذهب إلى النهاية دانيال فتستريح فظل لغاية لغاية دلوقتي ثلاث تلات تلاف سنة محصل حيحصل قريب إن شاء الله بس مش بس تستريح لك أرعى لانا راح تاخد ها فتستريح وتقوم لقرعتك إيه الأرعى بتاعتك دي اللي هي مبنية على أمانتك وتصديقك وإخلاصك وحبك للرب حتقوم للأرعى بتاعتك في نهاية الأيام وإحنا بنودع أي حد دلوقتي من أهلنا أنه الاستريح لم يجي ربنا يعني خلص الأيام بتاعته يا رب مستريح عندك إلى أن يقوم لقرعته ولإلهنا كل المجد الأبد أمين نفيش معنى لو فيه سؤالة أو حاجة نتكلم أو نفكر فيه ما رجيين نجاوب علي أي حاجة